السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم شوات حيب الغاوي كنتمنى تكونوا باخير والاخير مرحبا بكم في وصفة اليوم اللي هي شبكية صراحة اللي بنات غادي نشارك معكم واحد شبكية اللي هي سهلة سهلة بالسف ومكوينتها في المتناول وكتجي بطريقة سهلة اللي غادي نشارك معكم تخدمو كمية كتيرة يعني في الضرف القياسي وغادي نشارك معكم يعني هات شبكية اللي كتشوفوها معايا كتجي كلها مجعبة ومبوقة وشاربة العسل وحتى العسل للبنات غادي نخليه لكم في صندوق الوصف باش تشوفو الطريقة ديال تحضير العسل كيفاش كيكون كيفاش يعني كيكون القوام ديالو باش كيبقى لكم لصقف الشبكية وما كيضيعش لكم فقط تابع معايا الفيديو لبنات حتى الاخير باش نتعرفو على المقادير والطريقة لتحضير هات الشبكية هذه اللي صراحة كتجي واحد شبكية اللي يرى عب السفة لبنات اكيد ما عديش ندمو عليها ايلا زعمته وجربتوها صراحة غادي تشكروني على هاد الوصفة هذه اللي صراحة كتجي را عب السف كتجي شيشة وكتدوب في الفن وغادي نشارك معكم الطريقة ديالي كيفاش كنوجد كمية كبيرة طبارك الله ديال شبكية في الضرف لي هو يعني قياسي وغادي تخدموها ولو انكم يكون يعني اديكم بوحدكم كتوجدوا هاد الكمية ديالي كتجي واحد شبكية اللي هي اه غزالة بزافة لبنات اكيد غادي تجربوها وغادي تعودوها وغادي تشكروا وتعودوا وان شاء الله لبنات خليكم على المقادير والطريقة باش تحضرو هاد الشبكية وغادي شاك معاكم البنات في صندوق الوصف هات الشبكة ديالي كيكون اسهل مما يكون يعني اي وحدة ما كتعرفش انا تشبك شبكية فغادي تعرفها الطريقة اللي هيسالة وبسيطة ما كيناخرج هذا ولا ادخل هذا يعني طريقة اللي هيسالة بزاف شفتم معايا البنات الشبكية بعد ما كان قطعها اه كتشوفوا معايا كتكون شاربة العسل وذا كل العسل كيبقى لاسق فيها يعني لداخل مجرد ما كتعدو من شبكية لكم كتلقوها معلكة ومبوقة وشربة العسل بحالات الشي اللي كتشوفوا معايا فقط ستبع معايا الفيديو حتى الاخير باش نتعرف على المقادير والطريقة التحضير بسم الله غادي نحتاج في المكونات عندي هنايا 250 جرام ديال المارغارين وغادي نحتاج رشة ديال الملح اللي كان وضعها في القصرية وغادي نحتاج صفار بيضاء وبالنسبة التنسيمات غادي نحتاج ملقة صغيرة ديال حبة حلوة معلقة كبيرة عامرة ديال نافة ومعلقة مع عمراج ديال القرفة مع ضامة ديال الزعفران هنا عندي 250 جرام ديال الزنجلان اللي حمرته شوية يعني ما خليته شي تتحرق وطحمته مزيان 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 حتى التعلك ولا بحل أملو وعندي ثلاثة المعلقة ديال الخل مع كاس هدا قياس كاس اللاروب ديال العنبة ديال الزيت مخلط بين الزيت البلدية والزيت الرومية كيف شفتم معي الكاس ديال اتاي وغا نحتاج الصرش ديال الخميرات 8 جرام وكاس عنبة ديال المظهر بالنسبة لي انا هنا استعملت كاس عنبة ديال المظهر لان المظهر شي شوية مجهد ديال بالعمري فكيكون الجودة ديال شوية عالية الا استعملتو الزهر اللي كيكون مجوج درام ونصف فاستعملو القرعة كاملة يعني غادي نعطيكم المقادير مضبوطين كيفاش تخدموه هنا يوضعت الزنجلان ديالي مع الزبدة والنفع وحبت حلوة والقرفة غادي نوضع الزفران ورشيشة ديال الملح اللي سبق لوضعتها في القصرية سافيه هنا هي هدي هي الزفران غادي نخلط كل شي مزيان وغادي نخدم هاد الزبدة هدي بنيسبة لها الزبدة هدي كتخدم الطريقة يعني بحل صابلي ما كندووش الزبدة باش كتعطينا اه طعف الخدمة فاش كنكونو كنورقوه ما كتقتاش لنا شباكيه هدينا وكتعطينا الطعف الخدمة وحتى هالطريقة هدي كتجي سعلا بزاف وشباكيه كتجي شيشة ومعلكة وقبطة رصي يعني ما كتكسرش ولو انها شيشة ومعلكة سافيه غادي نستمر في الخلط حتى نخلط هاد المكوينة جيدا حتى نتحصل على واحد الخليط اللي هو بحال الخليط ديال الصابلي او ديال الغريبة اه هنايا غادي نخلط كل شي مزيان وغادي نضيف الكس ديال المزهر ها كيف شفتو معي يعني الكس ديال المزهر هو اللي غادي نضيف لهاد الخليط هادا هادا الكس ديال العنبة العبار بكس ديال العنبة وغادي نضيف جوش كيسان ديال الما حتى هو ما بكس ديال العنبة هانايا في المجموعة ديرت جوش كيسان ديال الما معاكس ديال الزهر يعني ثلاثة ديال العنبة وضفت صفار بيضاء سافيه غادي نضيف الطحين شوية بشوية حتى نخلط المكوينة مزيان وغادي نزيد الخميرة الساشي ديال 8 جرام هنا كيف شفتو معي ما درش الخميرة المجونة لحسب ان العجين كتير وبنسبة اللي بنات اللي بديهم شي شوية تقيلة فغادي تخمر ليهم شبكية وما غاديش ديهم من فوقها ومجعبة غادي تجيهم يعني كارما ما كتبغيش الخميرة بزاف ملأ حسن ناكم البنات اللي يلا بدي فهات الشي ما يديروش الخميرة المجونة فقط يكتفي بالخميرة ديال الحلويات هنا غادي نستمر كنضيف الطحين حتى كنت تحصل على واحد العجين كيكون متماسك مزيان وكان ديالك يعني ضروري خسنين ديالك باش نتحصل على واحد النتجة اللي هي مرضية يعني ماشي ديالك اللي هو كتير ولكن غادي نعطي واحد الحقودية لدلك باش للعجينة جمالي ها هي بعد ما جمعت العجينة كتجي على هات الشكل هذا يعني كتكون شوية متماسكة لكن كتعطيني الطعفة كنكون كنورقها كتب اللي مطا طياب هات الشكل هذا سوف ناخد العجين ديالي وغادي نقطعوه غادي نشكلو يعني قطبان على شكل طولي بالنسبة لهاد العجين هادا انا غادي نجنوه بالليل كيفشتو معي عجنتو بالليل وغدا في الصباح يالله غادي نخدموه باش كتجيني الخدمة سهلة كنفق في الصباح كنوقع جينة ديالي وجدة فقط كنوضع طابلة ديالي وكنوضع نخدم يعني كندلك وكنشباك وكنورق بالالة باش كتجيني شباك ديالي ساهم ضغية كنوجدها ما كنتتعدمش معها هنه بعد مما شكلته لات الشكل هذا وضعتهم في سبرا وغدا نغطيه وغدا نوضعهم جريمة حتى الصباح بالنسبة للناس اللي ما عندهم او انهم بغاوي يخدموه مباشرة ف نتيجة كتبقى هي انا فقط كننختصر عليها الخدمة كنفضل انا ننعجينها بالليل وفي الصباح فاش كننبفيق كنخدم فيها هنا يرا بديت كنورقها وشكلته على هات الشكل هذا يعني ضروري كتستعملوا الطحين باش كتجيكم الشباكيه ديالكم جاعبه وكتسهل عليكم في الخدمة سافي هنا غادي ندوزها في النمرة الغليضة في المكينة يعني ندوزها يعني ندوزها غادي نقطعها على الأعبار اللي كيكون عندي فالطول ديال الشباكيه بهالطريقة هادي ما كيكونوش عندي هادوك الزوائد يعني كيشيطوا بزاف العجين يعني كنخدم وانا ما كيبقى ليش العجين الا قليلا جدا يعني اللي كنحيد في الجوانيب ديال الشباكيه وما اللي كيبقى ولي كنعود ليهم هنا اذا كترف ليحيت مجنب كننسقه مع هذا مباشرة سافي كنستمر في العملية حتى كنوجد الكيمياء ديالي اللي عندي كاملة بهات الشكل هذا سافي غادي ندوزها في النمرة الرقيقة انا ندوزها في النمرة الجوج انتو مع الحساب الالة ديالكم سافي كنستمر وكن قطع شباكيه ديالي بالنسبة الطريقة ديالتشباك نوضع لكم الرابط ديال الفيديو في اسفل الفيديو في صندق الوصف باش شوفوا هنا نصور لكم بيد وكن قطع بيد ما نقدرش انا نصور وانا نشبك لهذا نحط لكم الفيديو نفس الشباك اللي في ذاك الفيديو هو اللي كنخدم به دائما كيجيني عمله كيجيني سهل ونحتفل منظر دياله كيجيني جميل يعني شباكيه مغربية الطريقة العادية سافي نستمر حتى نسلي الكيمياء كاملة اللي عندي ديالة شباكيه هنا يبدو تكن كيجيني هنا تكن شباك وانا نزلي ونصور كيجيني وهذا الشكل يعني كان مضعف شي بلقصة اللي تكون يعني بحركة ما اقوم باش نخليها بحركة باش كتسمع لي وما تخسروا للمنظر ونضع وحدة على وحدة لا يوقع عليهم والو هنا يبدو تكن طيب وضعت الزيت سخون وضعت شباكيه وضعتها في العسل وضغط على العسل لتشرب العسل بهذا الشكل شباكيه تأتي من فوقها ومجعبة طريقة جد سهلة ومضمونة 100% خاصة لبنات المتدئات فتبع معي الطريقة سهلة لان الكثير من البنات تجيهم مجرد ما يسمع شباكيه تجيهم صعيبة لكن صراحة هي أسهل فقط تبغي المراحل لكي تتعرفوا كيف تنظموا وكيف تنظموا الشغل لكم كيف تجتمع شباكيه جد مجعبة وجهة جزوينة بزاف بطريقة احترافية ومضمونة والنتيجة مرضية و لا تكسر لكم ولو انها شيشة ومعلكة لا تكسر والعسل لا تكسر منها بالنسبة للعسل سوف نشارك معكم بطريقة البنات التي نعمل بزاف في هذه الطريقة لكي يقبط لي في الشباكيه ولو تبقى لي حتى شهرين تبقى تلمع و تبقى فيها العسل مشبرة يعني لا تزول منها كيف تجتمعي كيف تلمع كيف تلسق لا تكسر لها العسل و نقصها لانا نجعل العسل شوية تقيل مع الاضافات التي نضيف عليه كيف تبقى الشباكيه يعني لا تزول منها صراحة مني ستجربها تتعرفوا و بالنسبة لكم كيمياء البنات ف اخرجت لها الكمياء 7 كيلو ديات شباكيه و فقط 60 درام يعني المكونات كلهم لا تستعملت و 7 كيلو ديات شباكيه يعني رأىها جد مربحة فهذا مشروع البنات اللي يريدون يخدمون وهذا مشروع مربح جدا و يعني بسط لكم الطريقة ديالخدمه و حتى المقادير و حتى المجهود يعني كل شي يكون سهل فقط انكم تكون عندكم الرغبة للباش انكم تخدموا و يكون عندكم الارادة لان دائما فشكا نكونوا خدمين اي حاجة ضرورة تكون عندنا الارادة و نكون مرتاحين و نضموا الشغول ديالنا يعني كل شي كي يتسر الحمد لله هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يكون عجبكم و ولا اشكون الفيديو ديال لما تنسوش الجيم اي استفسار او اي سؤال فكتبوا لي في كومنترات او تعليق فقد نجاوبكم ان شاء الله و شكرا جزيلا على المتابعة و الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة